هاي يا حلوين كيفكن اليوم؟ اليوم حابة اخدكن معي على محلين كتير حلوين بقطر مطعم كتير مميز هيك بتتغدو في برايفت اريا يعني هيك شي خاص محدة بيشوفكن وراء البرداية وحاخدكن معي كمان على اول محل اوت دورز بقلبه اي سي تكيف بالارض يعني تخيلوا انتوا قاعدين بره الحرارة هي يجو اللي بتكون 40 بس ما حتحسوه لانه حيكون فيه تكيف بالارض مثل ما كون شايفين بلشنا نهارنا الطقس نار درجة الحرارة حوالي 43 يعني تخيلوا قديش مشوي بالطقس وهيذا يعني بداية النهار اسا بتصير اكتر لضهر رحنا قررنا بدنا نروح نتغدى وعبالي يجرب هيك محل جديد ما عبالي الاشياء اللي دايما نتغدى فيه سو قدرنا نروح على مطعم صراحة ما بعرف اذا كان هو مطعم مغربي او مطعم يعني صراحة ما عرفتش هو الكولتشر تبعيته اسمه مراحب الحلو فيه والمميز فيه انه بتحسوا حالكن انه انتوا كائنكن هيك عم تتغدوا ببيتكن ما حظه بتطلع عليكن كتير برايفت فيه غرف وفيه جلسات فيه يعني تحسوا هيك اشي بقلبه طاولات وكراسي وجلسات على الارض وكله مسكر يا اما مسكر هيك باشي خشب او يا اما ببارادي متل ما كنت شايفين قررنا انه نتغدى هون لانه صراحة كان عبالنا متل ما عتلكون هيك شي يكون شوي جديد وما ناكل اشي دايما متعودين عليها هارجيكن هلا منيو الاكل تتشوفوا كيف عندهم تشكيلة واسعة وصراحة اكلهم انا كتير حبيتهم كتير طيب ونضيف والكمية كتير كبيرة واسعارهم كتير منيحة كمان متل ما قلتلكون اسمه مراحب هلا بتوفوا المنيو كيف بقلبه تشكيلة كبيرة وفي بقلبهم الاشي اللي بتجي مثل كبسات على رز واشي بس هيك لحمة وتجاج مع سالدز ودرينكس شما بتكون موجود يعني مطعم هيك شوي مشكل من كل شي طلع على المنيو اسعار كتير منيحة وصراحة كل صحن موجود يعني هو بيكفي شخصين يعني احا طلبنا طبقين بس انا حسيت انه كانوا كتير 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 يعني انا ما قدرت تكمل انجا اكلت ربع الكمية الموجودة بتحسوا الكمية عندهم كتير بتشبه وكميتهم كتير كبيرة اول ما تتلبوا بيجبوا لكم هيك متل كاستان شوربة بس انه هول طيبين مع الرز انا شبح حسيتهم حدين بس صراحة هي مع الرز بيصير طيب وصار عنا الاكل هون جهز طلبنا شي طبق باللحمة وطبق بالدجاج مشان نشكل ومتل ما قدرت لكم عن جد الكمية كبيرة فالصحن بيشبع كتير وبيشبع شخصين مش بس شخص واحد بعد ما خلصنا قررنا منعشية متل ما قدت لكم نروح على قطارة يلي هي المنطقة الوحيدة بالعالم يلي بقلبها تكييف بالارض لانه بما انه بيقطر الطقس كتير شوب ستخيلوا انه اذا عابلكم تعدوا محل اوتدورز ما بتقدروا الا بهاي المنطقة لانه التكييف موجود بالارض فما بتعودوا تحسوا بالشوب يعني بتفوتوا من الباركينج ع هاي المنطقة بتحسوا حالكم صرتوا بمحل تاني سو هلأ نحنا وصلنا ع قطارة ليكوا قديش في بقلبها عالم مستحيل يعني بتحسوا اكتر منطقة بيكون في بقلبها هيك عالم بتجي وبتنطر بالصف كرمال يفوتوا على الكافي بس لانه بيقدروا يعدوا برا وفي تكييف شفتوا هولي هاي دول هني التكييف كله من الارض ساعتا ما بتحسوا ابدا بالحرارة يعني ازا رحتوا بالنهار من عشية ساعة اللي ما بتروحوا ما بتحسوا ابدا بالشوب يعني درجة الحرارة برات المنطقة هاتي واحدة واربعين تلاتة واربعين جويتا مثل كأنكن قاعدين اندورز مع التكييف رائعة جدا وهو حلو فيها انه هيك كتير كبيرة وواثعة والإضاءة حلوة يعني محل هيك بتستمتعوا فيه وتقدروا هيك تتمشوا برا وتستمتعوا بالطقس الحلو نحنا قررنا ناعد بيه كافي اسمه جوز كافي ومتل ما كن شايفين ليكوا تطلعوا دايش في عالم ناطرة بس تتاعد بهالكافيات كله كرمال الطقس بيحبوا يعدوا بيحيدوا المنطقة متل ما قلتلكون لانه برود طلعوا بحاجة يكون استمارة تانية التكييف كيف من تحت بتخلي كل المنطقة وينما كنتوا قاعدين بتحسوها بالتحطة بالكافيات فيه كمانا بالأرض التكييف مشان الاشخاص وينما قاعدوا وينما مشيوا وينما راحوا بهالمطقة بيستمتعوا بالطقس الحلو هعجيكم كمان المنيو عند الجوز كافي تتشوفوا تشكيلي اللي عندهم ياها نحنا صراحة كنا قراردي متل ما شفتوا أكلين ومتخدين وشبعانين سو ما رجعنا أكلنا شي هوني طلبنا بس هيك هي إشا نشربها وتلبت أنا دزيرت لأنه أنا كتير بحبت دزيرت أكيد طلبت شي كتير طيب اسمه براوني ولا نسيتشو بس أنه هو براوني هلا حارجيكم يه كتير كتير كان طيب اللي براوني كتير فجي تشعروا هيك من جوة كتير مويست وصبر تلزيزة لايكم أحليها هالبراوني جاي مع سكوب آيس كريم وهو هيك الكيرامال ومع الجوز كتير كتير حبيتها واستمتعت فيها وهيدا كان نهارنا لليوم شاء الله بتكونوا مبسطتوا معنا وحبي شارككم إن شاء الله بفلوغز إسا قريبا جدا إذا عابلكم حالة شي معين ووضع معين شارككم فيه كتبولي تحت بالكومنت وبشوفكم أنا بفيديو جديد قريبا جدا ما تنسوا تعملوا سبسكرايب ولايك لهالفيديو ويلا باي